تمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي خلال ساعات الـ 24 الماضية من السيطرة على مواقع مهمة في مدرية برط العنان بمحافظة الجوف وبحسب مصادر عسكرية فقد تمكنت قوات لواء الحسم من السيطرة على تبة ثوابنة مع سلسلة جبلية مطلة على وادي القعيف بمدرية برط العنان بعد محاصرة الحوثيين من ثلاثة محاور وتكبد الحوثيون خلال المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في المعارك وكذلك بالغارات الجوية التي استهدفت مواقعهم